موسيقى بعد سبعة اشهر عن اغتياله حقائق جديدة حول قضية مقتل شكري بالعيد تفاجئ المتابعين للقضية مورطون يحصلون على نسخة من ملف الابحاث بطريقة غريبة مما جعل لسان دفاعي بالعيد يوجه الاتهامات مباشرة الى مصالح وزارة العدل ومصالح وزارة الداخلية الاتهام المباشر الى المصالح الامنية بوزارة الداخلية مش لكلهم ثم شكون اللي سرب وفي الى كواليس وزارة العدل وزارة الداخلية اكدت خبر تسريب محظر استنطقي احد المتهمين مؤكدة على انها تعرف الجهة المسؤولة عن التسريب الا ان محامي الدفاع يتسألون عن سر تكتمها تيلة هذه المدة جمعية الامن الجمهورية اعتبرت التسريب خيانة عظمى داعيتنا السلطات الى فتح تحقيق عاجل في حيثيات تسريب وثائق هم لمتورطين في احداث ارهابية طبيعي جدا يعني ان ثبتت هذه المسألة وان كان لوزارة الداخلية يعني طلع في الموضوع نعتبرها بمثابة الخيانة العظمى وقلناها صراحة ونعتبرها يعني طامة كبرى ويجب تحديد المسؤوليات هذا في صورة يعني ثبوت ان الجهة المساربة هي في وزارة الداخلية وان كانت في وزارة العدل فاهل مكة كذلك ادرى بشعابة ويجب تحديد المسؤوليات انعدمت ثقة اذا في الاجهزة الباحثة في القضية وانقشع الضباب عن ملف اغتيال المسيس جهة الدفاع بالعيد تستعد لفتح الملف من جديد وهناك تدخل سياسي الواضح فيه وتوأولينا مش تدخل سياسي تدخل سياسي في الركوبراسي احنا حاليا بشنطالب اي حكومة قادمة قاتل معنا شثقة في الحكومة الحالية اي حكومة قادمة بتكوين تحقيق وطنية مستقلة في التحقيق في جريمة اغتيال شكر بالعيد ملفات اغتيالات غامضة ابحاث امنية تصل الى المتورطين الهاربين عن العدالة من يقف وراء ذلك كل السلطات في البلاد عليها ان تحسم هذه المسألة في اقرب وقت هكذا يقول المراقبون ترجمة نانسي قنقر